السلام عليكم نكمل تاني درس من سلسلة اسيات الفلاش السي اس 5 عايز اقول لك ان ان شاء الله باذن الله هخلي حاول بقدر الامكان اخلي الدروس قصيرة قوي عشان موضوع الداونلود والانك تقدر تتفرج على مباشر من على النت يكون اسهلك كتير وبخصوصا عشان انا كمان لما باجي بعمل اكسبورت للملفات بتاعتي لما اجي اسجل الفيديوهات دي واجي عملها اكسبورت بعملها هاي ديفينيشن فبتطلع يعني كبيرة شوية فخليني بقى اخش على طول وهبدأ اقول لك تاني درساعة طول هنفتح فلاش اكشن سكريبت سري لقيت البرنامج كده هو المفوض مش هيبقى كده هو المفوض انت لما بتبع لسه مسطبه بيبقى بيبقى استنشل تقريبا بيبقى كده بالشكل ده بالزبط كده علاقي عندي اول حاجة اكبر مساحة واكتر مساحة بشتغل عليها هي الوركس بتاعتي او مساحة العمل بتاعتي انا شافة هنا عندي لونين هنا الاكتف اريا البيضة اللي بتظهر فيها الابجيكتات وهنا اللي ما بتظهرش فيها يعني لو عملت مستطيل كده او عملت جده من النص وجيت رندرت او عملت كده شايف هو باين لي النص بتاعه بس فاذا المساحة البيضة دي هي فقط اللي انا اللي انا هشوفها في الموفي بتاعي ده مساحة الموفي بتاعي طيب الناحية التانية هي الرصاصي ما باشوفش فيها حاجة دي كانت اول حاجة تاني حاجة تايم لاين وده اهم حاجة في الفلاش كله او في اي برنامج من شركة ادوي هو عبارة عن ليرز الحتة دي عبارة عن ليرز هنا او طبقات وفرامز الفرامز ده كل ده هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله الجزء المهم جدا المنطقة دي اللي على اللي مين وهي الجزء البروبرتز وفي شوية حاجات كده وجزء التولز بالشكل ده ده كل ده ادوات رسم والكلام ده كله الحاجة اللي انا عايز اعرفها مهمة برضو المنطقة دي ودي بيبقى فيها شوية كده هنعرفها الحاجة اه كمان الاخيرة شوية هنا المينيو والكلام ده شايف كل دي حاجات هنعرفها بالتفصيل ان شاء الله ونقدر نتعامل معها كويس سلام عليكم